اهلا بكم ميلا موجز اخبار الان قال رياض حجاب رئيس الهيئة العليا للمفاوضات المنبثقة عن المعارضة السورية قال ان وساطة الامم المتحدة لانهاء الصراع الدائر منذ ست سنوات فشلت وان الثورة السورية مستمرة اذا ورفض حجاب تصريحات ادل بها مبعوث الامم المتحدة الخاص الى سوريا ستيفان ديمستورا بان على معارضية رئيس نظام السوري بشار الاسد تقبل حقيقة انهم لم يفوزوا بالحرب اكد قيادي في الحجد العشائري وصول اكثر من اربعين خبيرا عسكريا بريطانيا من المتخصصين بازالة الالغام الى قاعدة عين الاسد غرب محافظة الانبار العراقية وقال قطر العبيدي ان الجنود البريطانيين وصلوا على متن طائرة عسكرية قادمين من العاصمة الاردنية عمان للمشاركة في عمليات تحرير ما تبقى من اراضي يحتلها تنظيم داعش في المحافظة شرعت كوريا الجنوبية بتركيب القاذفات الاربع المتبقية من نظام ثاد الامريكي المضاد للصواريخ بهدف حماية اراضيها من صواريخ جارتها الشمالية وتقوم كوريا الجنوبية بنشر هذه القاذفات في ملعب جولف تم تحويله الى قاعدة عسكرية امريكية في مدينة سيونغو التي تقع على بعد حوالي ثلاثمائة كيلومتر جنوب العاصمة سول وكانت سول قد نشرت قاذفتين ثاد ورادرين في وقت سابق في هذا الموقع حذر المفوض الاوروبي المكلف بقضايا الامن من ان الانكفاء العسكري لتنظيم داعش في سوريا والعراق يترافق مع تحويلات مالية يمكن ان تستخدم لشن هجمات في اوروبا متحدثا عن خطر حقيقي لتدفق تمويل الارهاب من جديد وكان تقرير صادر عن الامم المتحدة الشهر الماضي اشار الى ان تنظيم داعش يواصل تحويل اموال الى الخارج اعلنت ملظمة الامم المتحدة ان 164 الف شخص غالبيتهم من المسلمين الروهينجا فروا خلال اقل من اسبوعين من اغبال العنف في بورما ولجأوا الى بنجليدش المجاورة معبرة عن قلقها من حدوث ازمة الانسانية تخوض شركة ابل وامازون حاليا منافسة شريسة للاستحواذ على حقوق توزيع افلام جيمس بوند العميل السري وقد يمنح السلسلة المتمحورة حول عميل الاستخبارات البريطانية الاشهر منزلا جديدا على الشاشة الصغيرة ويقدر موقع هوليود ريبورت قيمة هذه الحقوق بمبلغ يتراوح بين مليارين وخمسة مليارات دولار امريكي اظهر دراسة سويدية حديثة ان وجد فيها الباحثون ان خطر الانسداد الانسداد الاورداجر وجود تخثر دموي متنقل يزداد لدى اصحاب القامة الطويلة الى اللقاء